لقد قرأت في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا أردها كان على ربك حتما وقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أريد معرفة معنى هذه الآية الكريمة وخاصة معنى الورود وكذا قوله تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أرجو توضيح المعنى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذه الآية هي قوله تعالى وإن منكم إلا أردها عن النار مراد بالورود المرور على الصراط المرور على الصراط يمر عليه كل الخلائق المؤمنون والكفار أما المؤمنون فينجيهم الله جل وعلا بأعمالهم تسير بهم أعمالهم فوق الصراط فينجيهم الله بذلك وأما الكفار فيسقطون في جهنم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثيه وأما قوله تعالى عن مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا هذا لما جاء أهل ملك في صورة رجل وهي في مصلاها الذي اعتزلت فيه عن الناس وتخلت بربها سبحانه وتعالى للعبادة جاء أهل جبريل في صورة رجل بأمر الله سبحانه وتعالى لينفخ فيها النسيح عليه السلام بأمر الله جل وعلا فهي نفرت من ذلك وظنت أن هذا رجل حادي يريدها بسوء ويريد عرضه فغارت من ذلك واستعادت بالله منه لجأت إلى الله جل وعلا أن يحميها منه فبين لها جبريل عليه السلام أنه رسول من عند الله عز وجل أن الله أرسله إليها ليهب لها غلاما زكيا بين لها المهمة التي جاء من أجلها وأنه ما جاء من أجل السوء أو من أجل فعل الفاحشة بها كما ظنت في أول الأمر فعند ذلك سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى وكان ما كان من أمر الله عز وجل قولها إن كنت تقيا نعم لأن التقي يمنعه الاستعادة بالله عز وجل أما غير التقي وهو الفاجر فإنه يتجاوز حدود الله عز وجل نعم أحسن الله عليكم